اشتركوا في القناة لن تصدق كم عدد ازواج الفنانة المصرية نيلي كل هذا واكثر ستشاهدونه في هذا الفيديو ولكن قبل ذلك لا تنسى الصلاة على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد غياب كامل عن الساحة الفنية والاعلامية ظهرت الفنانة المصرية نيلي من جديد من خلال مقطع فيديو قصير بسته ابنة الفنانة الراحلة فيروز شقيقة نيلي عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام ولقى ظهور الفنانة نيلي تفاعلا واسعا من محب الفنانة المصرية لأول مرة بعد تكريمها في مهرجان القاهرة السينماء الدولي في دورته الثلاثة واربعين عام الفين واحد وعشرين حيث منيحت جائزة الهرم الزهبي التقديرية لانجاز العمر خلال حفل الافتتاح واطلت نيلي في مقطع الفيديو بحالة صحية جيدة مع ابنة شقيقتها ايمان التي حرست على عناقها وتقبيلها وقالت لها في حاجة حلوة كده حبيبت قلبي ومن المعروف ان الفنانة نيلي تغيب عن الجمهور ولا تظهر في مناسبات فنية او حتى لقاءات تلفزيونية وليس لها علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي يشار الى ان ايمان هي ابنة الفنانة فيروز والفنان بدر الدين جمجوم وتتواصل كثيرا مع متابعيها عبر حساباتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي كما اقامت معرض للاكسسورات حضره بعض النجوم واسمته فيروز هانم ووضعت صورة والدتها وهي طفلة من احد افلامها وتنتمي الفنانة نيلي لعائلة فنية عريقة اذ ان شقيقتها الكبرى هي النجمة فيروز التي اشتهرت في السينما المصرية بكونها الطفلة المعجزة وابنة خالي الممثلة لبلبة وبخلاف انتماء النجمة الاستعراضية نيلي لعائلة فنية فانها تمتعت ايضا بموهبة كبيرة في الغناء والرقص والتمسيل وشاركت فيما يزيد عن 120 عملا فنيا تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون واعتبر البعض ان تكريم الفنانة المصرية نيلي في مهرجان القاهرة السينماء الدولي جاء متأخرا فمشوارها الفني طويلة منحته حياتها لذا كان الاحتفاء بها كبيرا في مهرجان القاهرة السينماء الدولي وحصلت الفنانة نيلي على جائزة الهرم الزهبي لانجاز العمر في حفل افتتاح المهرجان وسلمها جائزة الفنانة الراحل سمير صبري وعبرت خلال كلمتها عن سعادتها بالتكريم قائلة سعيدة جدا وشرف اني اتكرم من مهرجان القاهرة وعن غيابها طوال السنوات الماضية قالت الفنانة نيلي خلال الندوة التي اقيمت بمهرجان القاهرة لتكريمها يعرض علي كثير من الاعمال لكن لا اقبل اي عمل لازباب كثيرة ولا اندم على الرفض ولا حتى عدم المشاركة لان قبول عملا يغضع لعدة شروط قد تكون غير سهلة منها ان يكون مكتوبا بشكل جميل وهذا الشرط وضعته منذ بداية دخول الوسط الفني كما يجب ان يكون العمل مكتمل الاركان ولا ينسى الكثيرون الفنانة المصرية الراحلة فيروز الذي ظهرت على الشاشة الصغيرة طفلة في سنوات عمرها الاولى وتذكرها الكثير من المتابعين اخيرا بسبب انتشار صورة لابنتها ايمان برفقة خالتها الفنانة المصرية القديرة نيلي وبدت الشابة في الصورة وهي تحتضن الفنانة نيلي وسرع الكثيرون الى المقارنة بينها وبين والدتها ورأوا انها ورست الكثير من ملامحها وتشبه نيلي ايضا ويشار الى ان ايمان هي ابنة الفنانة فيروز من زوجها الفنانة الراحل بدر الدين جمجوم علما ان لهم ايضا ابن يدعى ايمان كالفراشة تحلق في سماء قلوب عاشقيها لا احد يضاهيها في خفة ظلها وطلتها المبهجة المفاعمة بالحيوية والنشاط فتأسر قلوب كل من يلمحها انها الفنانة نيلي التي عشقتها الكاميرا وابرزتها في اروح صورها فتربعت على عرش النجومية وبرعت في الفن الاستعراضي والفوزير لسنوات طويلة نيلي من اصول ارمينية ولدت في السالس من يناير عام 1949 وبدت مشوارها الفن في سن صغير فكانت موهبتها الفزة تنزر بقدوم نجمة كبيرة تخطف الاضواء فقدمت اعمالا كثيرة مميزة اكدت تلك التوقعات وعن حياتها العاطفية قالت الفنانة نيلي في تصريحات لها انها لم تتزوج الا من رجال ربطتها بهم مشاعر حب حقيقية ولكن حظها في الحب كان سيء جدا لانها كانت تلتقي رجالا يملأ فكرهم الانانية فقط فكان كل رجل يحبها يطالبها بترك التمثيل والتفرغ له ولكنها كانت ترفض وتتخلى عنهم اول حب واول زواج للفنانة نيلي اول حب للفنانة نيلي ابنة الرابعة عشر في المعمورة بالاسكندرية مع شاب صاحب عيون زرقاء حيث كانت تقود دراجتها وشرعه في مغازلتها فتولدت اول قصة حب لفتاة بريئة مراهقة احست معه باول معنى للحب النقي الصافي الرقيق الزواج الثاني عندما نضجت الفنانة نيلي تزوجت من المخرج حسام الدين مصطفى ولكن تم الطلاق بسبب فارق السن وغيرته الشديدة عليها بدت علاقة الفنانة نيلي بالمخرج الراحل حسام الدين مصطفى حينما اخرج العديد من افلامها في بداية مشوارها الفني ووقف الى جانبها كثيرا فكانت منبهرة به وبعد اخراجه خمسة افلام لها اعترف بحبه فهامت به هي الاخرى رغم فارق السن بينهما استطاع حسام الدين مصطفى ان يخطف قلب الفنانة نيلي فكان لباقة الوردة التي كان يحضرها لها يوميا تعبيرا عن حبه الشديد لها كان له دور كبير في اهامها به احبها في القاهرة وطلب يدها في بيروت في شارع الحمراء بوسط العاصمة اللبنانية وفي حديث للفنانة نيلي بمجلة الشبكة قالت ان حسام الدين طلب يدها في ملها هناك وقدم لها خاتم خطبة يقدر ب 1500 ليرة واوضحت ان والد نيلي كان معارضا لهذه الزيجة بسبب فرق السن بينهما الا ان التعاون الذي جمع النجمين في عصابة الشيطان وكلمة شرف وشياطين البحر وملوك الشر وغاب من السيقان جعل الالفة تسود الاجواء وتقبل الفتاه الفاتنة بالزواج من المخرج اللامع انفصال ومرارة تات الرياح بما لا تشتهي السفن فبعد الزواج اكتشفت نيلي ان حسام الدين رجل يحب السيطرة على زوجته وان تبقى في خدمته فقط وتأكدت ان الحياة بعد الزواج مختلفة تماما عما هي عليه قبلها كانت نيلي ترفض السيطرة والقيود وعاشقة للنجومية وازبات الزات وادركت في النهاية انها زوجة لها واجبات على زوجها الذي يصر بدوره على ان يكون دائما سي السيد وطالبها باعتزال الفن والتفرغ له وحده فانفجر بركان غضبها وحدث الصدام عندما اعلنها صريحة يجب ان تعتزلي الفن امر حسام الدين مصطفى لم تردخ له نيلي او تفكر جديا فيه من الاساسة فهذا الامر رفضته الفنانة نيلي بشدة وتأكدت لحظتها ان الحياة بينهما باتت مستحيلة فكان الانفصال هو الحل الوحيد ولم تدم الزيج طويلا وعلى الرغم من مرارة الفشل الا انها تعترف دوما بان تجربة الانفصال جعلتها تفكر في تنويع وتطوير ادوارها وان الاوان قد حل للابتعاد عن ادوار البنت المراهقة الصغيرة ومن نقطة الانفصال انطلقت المراهقة الصغيرة الى نوعية مميزة من الاعمال الفنية التي تصور حياة الشباب الناضج فجسدت ادوار البطولة في افلام مغامرة شباب شباب في عاصفة مذكرات الانسة منال وغيرهم الزواج السالس اما زواجها السالس فجاء بعد خروجها من ازمة انفصالها عن زوجها الثاني حيث اصابها الحب مع الملحن مودي الامام ولكن لم يستغرق الامر طويلا وباءت التجربة بالفشل كزواجها الثاني والاول فقررت بعدها ان لا تتزوج من الوسط الفني الزواج الرابع ولكن من اجل زواجها من رجل الاعمال المصري خالد بركات اعتزلت الفنانة نيلي الفن وسافرت معه الى لندن وبعد عامين فقط وقع الطلاق بينهما لتعود الى فنها مرة اخرى وقالت الفنانة نيلي وقتها انها عندما سافرت مع خالد بركات تمنت ان تكون اسره وتنجب اطفالا ولكن حلمها لم يكتمل الزواج الخامس تزوجت الفنانة نيلي للمرة الخامسة من رجل الاعمال والخبير السياحي عادل حسني سرا ولكنهم انفصل لنفس سبب فشل زيجاتها السابقة من قبل وهو رغبة زوجها في ان تترك الفن وتعتزل اما الزواج السادس الذي جاء على الهواء مباشرة فاجأ الفنان المصري سمير صبري الفنانة الكبيرة نيلي بطلب يدها للزواج على الهواء مؤكدا انه سيلبي كل شروطها في سبيل موافقتها على طلبه قال ذلك خلال استضافته لنيلي في حلقة برنامجه مزبيرو الذي كان يزاع على فضائي التن واضف الفنان سمير صبري لو بابا وماما هيجوا البيت ممكن يجوا امتى والساعة كام لترد الفنانة نيلي بجملة اول من اشتر صنية وكبيات هقولك تيجي على طول واشترت الفنان سمير صبري الا يطلب منه شراء شبكة او دبلة زهبية فوافقت الفنانة نيلي بعد ان وضعت شرطا واحدا قائلة انا مهري الذي وضعته لزوجي انك توعدني لو خنتني تطلقني على طول كرامتي هي مهري وممكن اخذ ربع جنيه بس مهر اشتركوا في القناة